السلام بنات نتمنى تكونوا على خيروا بصحة جيدة مرحبا بكم مرة أخرى على القناة في موضوع جديد اللي طلبته مني واللي هو عكس الطيار اللي ماشي عليه القناة ديالي كيف قالت واحد الأخت هو كيفاش تزيده في الوزن تعطلت شوية باش نحطه فقط لأنه كان ضروري ناخد فكرة عليها أكثر نجمع معلومات اللي تفيدكم طبعا لأنه خنبغي ونزيده في الوزن خاصة تكون زيادة صحية اللي ما تسببش لنا في أمراض الخبيطة اللي احنا في غينا عنها يعني نزيده من الكتلة العضلية في الجسم وماشي الدهون الضارة يعني الشحمة إنه للأسف مني كان نقوله زيادة في الوزن كيتحسب لنا أنه ناكله أي حاجة مليئة بالسعرات السكريات والدسم باش باش ننغلاضه وهو لا كيخاص نزيده في الكتلة ونجنبه الدهون الضارة ما بدأوا الفيديو البنات بغيت نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس باش ديما يصلكم الجديد ديالفيديو هاته أولا خاصنا نعرفه السبب اللي كيخلينا نقصه في الوزن يعني منين جاي هاد نقصان ديال الوزن إنه كين الناس اللي كيقول لك كيياكلوا مع ذلك ما ما كيغلاض لأنه كين أسباب عدة من هالغضة الدرقية اللي كتكون ناشيطة وكتسبب فقد الوزن راني ديرا فيديو عليها بتفصيل في القناة غدي نخليها لكم في البطاقة الفوق اللي مهتم يمشي يشوفو لأنه مني كتكون الغضة الدرقية ناشيطة وختي عييمة تاكلي ما كتغلاضيش لهذا خاصنا نعرفه السبب من يجاي اوكين سبب نفسي اللي حتى هو خاصه التعالج سواء بالذهاب عن الطبيب نفسي باش نحلوه المشكلة أولا خاصنا نعرفوها البنات أنه الطبيب النفسي رمشي غير ديال الناس الحماق الطبيب النفسي الطبيب اللي ممكن تمشيه متلا مني كتكوني مضغوطة كتخوي عليها قلبك كتعودي له المشاكل ديالك كي حاول يوريك بعض الطرق تقنية لأنه كي بقى طبيب باش تحاولي تعايش مع الضغوطات اللي كينا في الحياة ديالك او لا تسامبلومون تحاولي تحليه مع صديقة قريبة ليك او لاختك لأنه احنا العرب بصفة عامة بعض المرات كنحتاج وغير نخويو قلبنا على شي واحد باش نحسو بالراحة لأن الله يحس للعوان كي الناس اللي مضغوطين بزاف مع مشاغل الحياة اليومية وهد الشي كي نعاكس على التغذية ديالهم يعني الشهية ما كتبقاش واخة كي حاولوا ياكلوا الشهية ما كيناش هاد الشي كلوا بسبب الضغوطات فكيف كتلكم نحاولوا نحاولوا نحلوا هاد المشكل هادا باش عاد نمشيو المراحل الاخرى اللي غادي نعطيكم وكين سبب اخر اللي هو بعض الاشخاص كيكون عندهم اسهال بشكل دائم وبالتالي ما كيستفدوش من الاغذية اللي كيدخلوا لجسم ديالهم هادو فقط غادي يمشيول عن الطبيب مختص في جهاز الهادو مي وصفي كيعطيهم تخاتمه وكيتحل المشكل ان شاء الله لانهم كي تكون عندك ديمة اسهال فاي غداء دخلتي الجسم ديالك وما كيلحقش يتمتص في الجسم ديالك حتى كيخرج يعني ما كنستفدوش منه وبطبيعة الحال ما غادي يجدي في الوزن وخيكون فيه سعرات كتيرة بعد المرات للاسف كنشوفوا من اللي الواحد اللي كيعاني من نحافا كيقلب على وصفات باش يجيد في الوزن فكينصحوه الناس باش يكون لباتيسخي لشوكولات دسم المقليات ومع ذلك ما كيعطيش نتيجة لانه بكل بساطة المكونات الغذائي الطاقية الثلاث من المستحيل تعطيني انرجي الى ما كانش فيهم فيتامينات يعني انت متلا كليتي واحد الوجبة عامرة سعرات حرارية ولكن بدون فيتامينات يعني رديقاطوم قليات الدسم كيف سبق لي قلت على بالكم انت رك دخلتي سعرات كتيرة وبالتالي غادي تغلاضي وهو راهي لما كانش فيتامينات في الوجبة ما غاديش تتحول ذوك المكونات الى طاقة مثلا السكريات ما يمكن لهاش تحول الى طاقة الى ما كانش عندك فيتامينات المجموعة بي يعني كل غذاء محتاج فيتامينات باش يتحول الطاقة اذا خلينا نتخيله باللي كليتي بزاف دي السكريات وما عندكش فيتامينات المجموعة بي هذيك السكريات الجسم ديالك ما غاديش يستفد منها يعني ما غاديش يحولها الطاقة وبالتالي غادي تخرج من الجسم ديالك بدون استفادة ونفس الشيء بالنسبة للدهنيات اللي حتى هي تحتاج فيتامينات من نوع اخر باش تحول الطاقة ده باشنه هو الحل الحل هو ضروري يكون عندك تنوع غذائي والشهية كتجي مع الاكل ضروري في الاول تبززي على راسك لانه ده بنتي مع فقدان الشهية اللي كان عندك الحجم ديال المعيدة نقص ده بخاصك تبززي على راسك شوية بشوية باش الحجم ديال المعيدة يزيد يكبر حتى هو بشوية بشوية خاصك تاكلي حتى الستة ديال الواجبات في اليوم يعني الفطور اللي يكون هنا شويات بروتين خضار يعني مثلا خبز ديال الدقيق الكامل بروتين اللي يكون عبارة على بيت سواء مسلوق ولا مقلي مع شوية ديال الزيت البدية والخضار يعني شي طبق ديال السلطة وتكتري تكتري الكمية كل مرة واحدة التبصيل ديال الفواكه غير خوضي راحتك اش حلم ما قديتي عليه كوليه من بعد الفطور بساعتين وفي فضاء عاوتاني خضار نشويات سواء روز او لخبز كامل او لبروتين يكون حيواني بحل الجاج للحم الحمر السمك او لبروتين نباتي بحلقة تاني بصفة عامة يعني اللوبيا العدس الحمص وما بين الغداء والاشا تاخذ كاسكروت هذا ما كنصحش به بالنسبة للناس اللي بغيني تبطوا الوزن او اللي بغيني نقصوا ولكن بما انك انتي بغيني تزيدي فغاد نزيدوا هاد الوجبة هادي ويكون فيه دك الشي اللي كيعجبك غير تحاولي تدخلي فيه مكسرات بكمية كبيرة نوعا ما وفي العشاء كذلك يكون متكون بروتينات نشويات وخضر كيف ما كتبغيها عبارة على سوب ولا طاجين غير هو دي ما نحتارمو انه الطبق ديال كيكون متكون بروتينات نشويات وخضر هنا غدي نعطيك بعض الاقتراحات ديال اغذية مليئة بالسعرات بحل بصارة مع الزيت البلدية سوب بالفرماج والزيت البلدية العسل الحر لانه العسل الحر راه فيه سعرات كتر من السكر يعني اي حاجة درتيها حليها بالعسل الحر او لفطريبي دي ما دخلي العسل الحر نعوضه اتي بالحليب لانه الحليب فيه سعرات كتر عكش الشاي اللي معروف عليه كينقص في الوزن طبعا الى كان بلا سكر او لديري عصير بالفواكه والمكسارات والتمر وكتكون مليئة بالسعرات واللي زوين فيها هو انه كتشرب في ضرف دقيقة ولكن عامرة بالسعرات او للحلبة اللي ممكن تزيدها في الاكل ديالك او لا تاخدها الى شكل مكملات غذائية لانه اخصائي تغذية وخما كيحبدوش القضية ديال مكملات غذائية ولكن في هاد الحالة كينصحوا بها باش هاد الشخص اللي كيعاني من نحفه ما يستقش في مشاكل اخرى عويصة اللي من الاحسن اننا نتفادوها فاللقيت الحلبة مكملات غذائية غير خوديها وهنا غدي نعطيكم واحد الوصفة اللي كتفتح الشهية هي وصفة ديال الدكتور عماد ميزة بغير هو نحاولو نمشيو بالمراحل غدي نعطيكم لانه في الاخير كنخرجو واحد المحلول اللي هو مركز ديال الحلبة فما خاصنا لا نزيدو ولا ننقصو جوج ديال مع القكبار ديال الحلبة غدي نديروهم في اطر ونص ديال الماء عادي بحرارة المطبخ غدي نخليوها عشرة ديال الساعات ومن بعد نحطو هاد الخاليط في النار حتى كي يغلي كي تطلع عليها الغلية اللولة نحيدوه من فوق النار ونخليوها 4 ديال الساعات ونصفيوه ونبدو ناخدو ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة مزيدو ما تنقصو قبل الفطور وملعقة صغيرة قبل العشاء بنصاعة وكي نوصفه اخرى اللي ممكن تعاونك على زيادة زيادة الوزن ولكن بطبيحة الحال مع التغذية السليمة اللي ذكرت من قبل واللي هي ملعقة كبيرة قشور رمان مطحون ملعقة صغيرة ديال الحبق يابس وملعقة صغيرة ديال النفا هاد المكونات غدي نزيدو عليهم كاس كبير ديال الممغلة ونخليوه يطلق على خاطره ونصفيوه ونبدو ناخدو كاس صغير نصف ساعة قبل الفطور وكاس صغير نصف ساعة قبل العشاء يعني من ضمن هاججج الوصفه اللي اعطيت كتحاولي تبدأي غير بوحده تدو زيز عما واحد الوقيته وعد تبدليها بالوصفه الاخرى اولا اعطيت هاد الوصفه هادي لانه كي الناس عو تانين اللي مكي بغيوش الحلبه على حسب الخدمه والريحه وراكم عارفين فنستعملو الوصفه الاخره غير هي ديال الحلبه كتكون شوية افيكاس لان الحلبه مع روفعها كتزيد في الوزن نتمنى فقط انكم تمشيوا على المقادر اللي انا اعطيتكم وهنا غادي نصلو للرياضة شحنو احده دابا غادي تقول اش كتقول هادي واش انا بغا انغلاد وهي كتقول للرياضة للبنات اراها الرياضة ماشي فقط للناس اللي بغاو يضعفو اصلا الرياضة خاصها تكون بحال التغذية السليمة يعني نمط حياة دائم انه من غير انه ممكن تساعدك باش تقصي الوزن او لا تساعدك باش تبدي الوزن او لا تساعدك باش جديدي في الوزن فهي كتبقى محافظة على الاعضاء ديالك من بزيض الأمراض كتقىك من بزيض الأمراض وكتبقى يشد سيحتك en فغم وزيادة على ذلك مكيبانش فيك الكبار بسرعة المهم دابا خسنا نعرفو انها الرياضة كيفو كتليك علاش غدي تعاونيك انتي باش تغلاضي لانه الرياضة معروف عليها كتجيب الجوع وهاد القضية كتصب في الصالح ديالك لانهو بنسبة الناس اللي بغين يضعفو كيبدو يحاربو ذاك الرغبة دي الجوعو هناك يمشي والبعض الواجبات اللي فيها سعرات قليلة انتي هنا يلا غدي تاكل ذاك الشي اللي بغيتي غير هو تكون كيفو كتليك بطبيعة الحال ماكلة تكون بطريقة صحية وقبل ما تبغي تلعبي خاصك تاخدي واحد الحبذ لبنانة كبيرة او للتمر او للشريحة حيث هادو كيعطيك طاقة وفي نفس الوقت فيهم سعرات كتيرة والرياضة اللي غدي تلعبي ما تكونش عبار على كارديو وانما فقط حركات لتقوية العضالات وزيادة الكتلة ديالها من بعد الرياضة تاكلي وجبة اخرى صحية وتكون كتحتوي دائما على سعرات كتيرة مع احترام انه الطبق يكون فيه نشوية بروتينات وخضر واخيران البنات بغي تغيير نقول لكم انه احنا ما بغيناش سمنة احنا بغينا زيادة في الوزن يعني زيادة في الكتلة العضلية وماشي في الدهون او للشحمة حتى بالنسبة لجسم ديالكم نيكا زيدي في الوزن كيبقى جسم اللي هو من حوت يعني الشكل دياله زوين وماشي مشحم وماشي دحت فورما فنتمنى انه نكون فتكم من خلال هذا الفيديو هذا وتحاولوا انكم تمشيوا على الخطوات اللي قلت لكم والاكل بطريقة صحية وما ننسوش حتى شرب الماء التهوك يعاون بساف اذا اللي بناتي لاكنتي اول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشاركي وتفعلي جرس باش ديما نصلك جديد ديالفيديوهات